اشتركوا في القناة اشتركوا في نفسه كثيرا متفوق على الاخرين واحيانا على نفسه ايضا حازم صارم واناني فلو لم يتحقق ما يطلبه بسرعة سوف تشاهدين انفجار غضبه كالبركان الحمل يحب ويفضل العمل في الاماكن المفتوحة ولا يحب جلوس المكاتب والاماكن المغلقة لانه يفضل التغيير وتجربة الاشياء الجديدة دائما الحب والعشق يا عزيزتي يعتبر رجل الحمل من اشد الرجال حبا انه عاطفي للغاية وسوف تشعرين انك امير لديه لانه يحب كثيرا ويتمتع بالصدق والاخلاص في علاقاته العاطفية لكن في حال انفصالك عنه سيتحول حبه الى كره شديد انه غيور الى ابعد الحدود وقد يرتكب الحماقات في حال شعر بالغير عليك فكوني حذرة شخص متقلب المزاج بشكل لا يوصف هذا هو التعبير الدقيق لرجل برج الحمل يمكن ان تشاهديه منفعلا ومتحمسا لموضوع ما ثم تجديه بعد قليل باردا جدا وغير مكترث يعجب رجل برج الحمل بالفتاة الغامضة التي لا تكشف كل اوراقها امامه لذلك احذري يا عزيزتي من ان تكوني واضحة كثيرا معه لانه سوف يشعر بالملل بسرعة انه يعشق المطاردة رجل الحمل يكره النقد والكلام الجارح بشدة عليك الانتباه لذلك احرصي عزيزتي على اختيار الكلمات المناسبة قبل انتقاده وحاول انتقاء كلام ايجابي ليتمكن من تقبله الحمل يحب خوض المغامرات وتجربة التحديات كما انه لا يحب من يملي عليه ما يجب ان يفعل بل يحب ان يكون هو من يملي على الاخرين كما انه ميال الى القيادة دائما يحب رجل الحمل ان يتعرف على الناس الجدد وان يتحاور معهم في كثير من الاحيان والكثير الكثير من المواضيع انه شخص صادق نوعا ما واحيانا قد تجديه ديكتاتوري ومتسلط فاذا اردت سؤاله عن شيء ما كوني مستعدة لسماع الاجوبة اللاذعة بشكل دائم الحمل متفائل ويهتم بمن حوله سوف تجدين الاهتمام منه بشكل دائم في حال وقع في حبك مولود الحمل رجل متسرع وسوف تجدينه يتورط بشكل مستمر في الامور والاعمال الصعبة لانه اندفاعي ومتحمس ولا يطيل التفكير قبل اتخاذ اي من قراراته عزيزة الفتاة فهو حساس وعليك مراعاته كثيرا كما انه من اعند الابراج ومن الصعوب البالغة ثنيه عن رأيه ومعتقداته او محاولة تغيير قراراته يتحل رجل برج الثور بالكثير من الثقة بالنفس والتي تساعده في الوصول الى غاياته وفي ذات الوقت هو متسرع حد التهور وهذا ما يجعله يخوض مغامرات كثيرة فانتبه كما قلنا سابقا انه عنيد ولا يمكن ان تثنيه عن رأيه الا فيما ندر رجل الثور صبور ومجتهد ويعمل كثيرا فهو يحتاج منك الراحة بعد ان يكون التعب نال منه وعليك تقدير جهوده الجبارة انه يغار ممن ينافسونه في العمل وقد تتطور غيرته الى حقد اذا ما حاول احدهم الوصول الى ما يريده هو او ممن يحاولون تجاوزه في العمل مولود الثور شخص كريم وودود كثيرا ويحب مساعدة الجميع ومدى يد العون لهم ولكنه احيانا يكون فضا وقد تجدينه قاسيا في كلامه حد الاذى للاخرين كوني حذرة فهذه من صفاته التي يصعب تغييرها الهدوء والصبر من مواصفات رجل الثور فهو نادرا ما يغضب ولكن لا يمكنه قبول الكذب او الخيانة ولا يسامح من هذه الناحية رجل برج الثور طيب القلب وسوف تجدين الراحة معه ولكن انتبه من لومه او عتابه على اي موضوع فهو لا يحب ابدا النقد الذي يوجه اليه رجل الثور يحب الروتين والاستقرار ويكره كثرة التغيير وهو شغوف بالحصول على المال ودائما ما يحاول جمعه واقتناء كل شيء ممكن في الحب عزيزة الفتاة لا تتوقع من رجل برج الثور ان يبوح بمشاعره ولكنه سوف يعمل جاهدا لتلبية كل ما تحتاجين اليه لكن انتبه من غيرته الكبيرة ومحاولته الدائمة للسيطرة على العلاقة وحاول التأقلم لكي تتمكن من ايجاد السعادة معه مولود الثور من الرجال الذين يفضلون الافعال لا الاقوال فسوف تجدين منه الهدايا والمفاجآت اذا وقع في حبك وهو يفضل الفتاة التي تقدر عطاياه فاذا اهداك شيئا ما او عمل على مساعدتك فهو ينتظر منك التقدير الكافي عزيزة الفتاة اليك مواصفات رجل برج الجوزاء يمكنك معرفة الكثير عن مواصفات شريكك من برجه فكل برج لديه صفات عامة تنطبق على غالبية مواليده اذا كنت ترغبين في التعرف على مواصفات رجل الجوزاء فسوف اتحدث عنه بالتفصيل في هذا الفيديو تابعي معك مولود الجوزاء ذكي جدا وسريع البديهة ولديه القدرة على تجاوز العقبات لكنه يكره الاستقرار ودائما يسعى للتغيير ويفضل ان يبقى حرا ويتصرف كما يريده فقط ماهر في الكلام ولديه قدرة كبيرة على الاقناع والتأثير في من حوله في النقاشات وسوف يعجب بك اذا كنت تستطيعين مجاراته في الحوار وفي المقابل هو شخص متردد يغير اراءه الخاصة بسرعة لذلك احذري من هذه الصفة يا عزيزتي يميل رجل الجوزاء الى الفتاة المثقفة والذكية ومن الصعوبة البالغة خداعه لانه ينتبه الى ابسط الامور وادق التفاصيل الاشخاص الذين يقابلهم يعشق رجل الجوزاء الحياة ويتفاءل بالمستقبل ويملك طاقة وحيوية ونشاطا ولكنه رجل عصبي ومتسرع ويمكن ان ينفجر غضبه بسرعة فكوني حذرا في التعامل معه يتمتع بقدرة كبيرة على التواصل مع الاخرين ويستطيع انجاز عدة اعمال في الوقت نفسه وهذا ما يجعله ناجحا في عمله لكنه رجل يميل الى الاستمتاع بالحياة الى حد كبير فقد تشعرين بعض الاحيان انه انسان سطحي يحب رجل الجوزاء التحديات واثق بنفسه كثيرا ويسعى دوما للنجاح وتجاوز العقبات ولكن في الوقت ذاته يمكن ان تقل عزيمته في حال شعوره بالضجر من الشيء الذي يعمل به رجل الجوزاء يمتلك مهارة في الغزل والملاطفة ويجذب النساء اليه ويستطيع اخفاء مشاعره التجاهك كوني مستعدة لخطف قلبه لانه شخص يصعب توقع تصرفاته ولا يمكنك ايقاعه في شباكك بسهولة انه رجل لا يعجبه مفهوم الارتباط والبقاء مع شخص محدد فقط ويكبت احاسيسه الى ابعد حد ممكن ولكن اذا وقع في حبك فهو سيتحول الى رجل رومانسي ومرح رغم كونه انسان عقلاني يفكر كثيرا قبل اي خطوة الجوزاء رجل يكره الروتين ولذلك عليك ان تحاول ابقاء علاقتك به ممتعة وفيها دائما ما هو جديد ليبقى متشوقا وعليك ان تمنحيه حريته الشخصية بشكل كاف لانه يكره الاحساس بانه مخنوق او مأسور مع الشريكة مولود الجوزاء رجل اجتماعي يحب الصداقات ولقاء الاخرين ويحب ان تكون شريكته كذلك حاول التأقلم مع هذه الناحية عزيزة الفتاة اليك مواصفات رجل برج السرطان اذا كنت تريدين الارتباط برجل من مواليد السرطان فاليك يا عزيزة مواصفاته في هذا الفيديو يتمتع رجل السرطان بشخصية عاطفية جدا مشاعره جياشة الى حد يصبح فيه ضعيفا بعض الاحيان انه حساس جدا مما يجعل التعامل معه صعبا بعض الاحيان لانه قد يفهم الاقوال والتصرفات بشكل خاطئ مولود السرطان يحب الماضي والذكريات ويتعلق بكل شيء تراثي ولديه الكثير من الغموض فلا يمكن ان يبوح بتفاصيل حياته الا نادرا حتى لو كنت على علاقة معه رجل وفي للجميع في محيطه الاجتماعي وكذلك معك بطبيعة الحال لكنه حقود بعض الشيء فلا ينسى الاساءة حتى لو بعد حين يتمتع بحس المسئولية تجاه شريكته واهله والمقربين منه فلهذا يوجه اهتمامه لهم ويعمل على حمايتهم دائما وفي المقابل يصعب توقع تصرفاته لانه حساس ومعقد في العديد من الاحيان رجل السرطان رومانسي جدا وسوف تكونين معه يا عزيزتي في سعادة دائما على الرغم من كونه محب للتملك ولا يثق بالاخرين كثيرا حتى انك قد تشعرين بالتقييد معه لكن احرص على مجاراته في هذه الناحية لانه بطبيعته يخاف بشدة من فقدان الذين يحبه رجل السرطان يعشق النظام ولا يقبل بالفوضى ابدا وحريص على الظهور بشكل انيق وجذاب مزاجه متقلب بسرعة وانفعاله مبالغ به لذلك انتبهي لطريقتك في التعامل معه رجل السرطان يميل الى الانطواء على نفسه لديه قدرة مميزة على توقع تصرفات الاخرين لانه يحلل الافعال بشكل ممتاز ولكن بالوقت نفسه يجهز نفسه للرد وللهجوم على الغير وللدفاع عن نفسه عند شعوره باي ضعف او تهديد رجل السرطان يحب العائلة والمقربين منه ويحرص على الاجتماع مع الاهل دائما ويختار اصدقاءه بعناية ولن يتخر جهدا لمساعدة من يحبهم عليك ان تتقبل وجودهم في حياتك معه وتكوني معهم الصداقات ولا توجهي لهم النقد الحاد والجارح عندما تتحدثين معه بشأنهم وإلا فسوف يغضب كثيرا يمكنك التأكد من ان رجل السرطان سوف يدخل معك في العلاقة طالما يشعر بالامان والطمأنينة بحبك وولائك له ومن المستبعد ان يتسرع في اتخاذ قرار بالارتباط لانه يخشى من الاذى العاطفي رجل السرطان شخص عملي يحب العمل مع الاخرين في اجواء مريحة وهادئة ويستطيع ان يعمل في عدة مناصب مختلفة لما يمتلكه من مهارة في قراءة الاخرين عزيزة الفتاة حتى يأتي وقته الملائم للحركة هو مثل الاسد في الغابة لا يتحرك الا في التوقيت المناسب ولهدف محدد ويهوى السيطرة على الغير وقد يصل به الامر الى العنجهية يعشق التملك وخصوصا لشريكته في الحياة لذلك احذري عزيزة الفتاة اذا كنت لا تستطيعين تحمل ذلك رجل الاسد يمتلك شخصية قاوية ويتحمل مسئولية الاخرين ولديه قدرة كبيرة على العناية بهم وحمايتهم قلبه طيب لا يحمل الكراهية لكنه في الوقت نفسه لا يسامح نهائيا من يغدر به وخصوصا اذا اتتك الخيانة من حبيبته او صديقه رجل الاسد صريح الى ابعاد الحدود ويكره المجاملة والنفاق ويفضل ان يكون المتح والثناء لمن يستحقه فقط على الرغم من كونه مغرورا ويعتز بنفسه كثيرا ويرى انه شخصية فريدة رائعة ولذلك ننصحك عزيزتي ان تتأقلم مع غروره الزائد يتميز بقدرته على مجابهة التحديات ويعمل بشكل دؤوب للوصول الى اهدافه العملية ولديه امكانية كبيرة للتغلب على المصاعب التي تواجهه فهو يكره الفشل ويقدس النجاح وربما في بعض الاحيان قد ينعكس خوفه من ان يكون فاشلا بصورة سلبية عليه مولود الاسد يعتبر المظهر الخارجي اساسيا بالنسبة له ويحب اقتناء الثياب الفاخرة التي تجعله قمة في الوسامة ويحرص على الظهور في كل مكان بافضل شكل ممكن يملك تنظيما مميزا للوقت فهو كعقارب الساعة يستطيع تحديد الوقت المناسب لما يتوجب عليه القيام به ويوازن كثيرا بين العمل والراحة بطريقة استثنائية رجل برج الاسد شخصية اجتماعية يحب التواصل مع الاخرين وان يسلط الضوء عليه من قبلهم يرغب بالبقاء محور اهتمام الناس من حوله فهو يمتلك جاذبية خاصة تشد الانتباه الى حديثه وتصرفاته انه انسان عنيد وصعب المراس حتى في الامور الجانبية البسيطة فهو يشعر انه دائما على حق واراؤه صائبة بينما الاخرين هم على خطأ فكوني حذرا في هذا الجانب عزيزة الفتاة ايضا رجل الاسد يتحول الى شخص عدائي اذا شعر بالغضب الشديد وقد يجرحك في تصرفاته واقواله وربما يصل بك الامر الى الخوف منه بسبب عدائيته الشديدة عزيزة الفتاة اليك مواصفات رجل برج العذراء اذا كنت على وشك الدخول في علاقة مع رجل برج العذراء او تعرفت على احد منهم فاليك مواصفاته في هذا الفيديو الجديد من قناة ريوش تيفي رجل العذراء متوازن ونقي ولديه الكثير من الحماس يمكنه التأقلم مع الظروف المتغيرة بسرعة ولكنه يكثر من البحث في التفاصيل حتى تلك التي لا تشغل بال اي شخص اخر ويأخذ هذا منه الكثير من الوقت والتفكير ويعجب بالفتاة التي تشاركه هذه الناحية رجل برج العذراء شخص طموح ويثق في نفسه ولديه غايات كبيرة يسعى الى تحقيقها وهو فضولي يحب معرفة ادق التفاصيل للناس من حوله لكن هذا لا يمنع من كونه كثير القلق ولا يثق بالاخرين ويميل الى العزل احيانا ويفضل البقاء وحده في بعض الاوقات مولود العذراء يتمتع بالاناقة ويتميز في عمله لانه مجتهد ويعتمد على عقله الراجح للتأثير في الاخرين ولديه قدرة على تحمل الضغوط في حياته العملية ويحيل جميع الامور التي تعترضه الى العقل والمنطق حنون ويهتم بالاخرين كثيرا ويسعى الى مد يد العون لهم لانه يشعر بالسعادة والرضا عندما يسعد الناس من حوله ويحب ان يجد التقدير والاحترام منهم فاذا لم يشعر بذلك قد يتوقف عن مساعدتهم وفي ذات الوقت رجل برج العذراء كتوم المشاعر وينتقد الآخرين ولديه تشبث واضح في آرائه وأفكاره وخصوصا في حال وقوع شجار بينه وبين شخص آخر يصبح عنيدا الى أبعد الحدود لذلك كوني حذر عزيزتي رجل برج العذراء رومانسي ولكن على الرغم من ذلك لديه بعض البرود في المشاعر لانه كثير التفكير وقراراته تنبع من عقله لا من قلبه ويميل الى الفتاة الذكية والصريحة والحنونة ويكره تلك الانانية انتبه الى هذه الناحية اذا دخلت في علاقة معه سوف تجدينه يعمل بجهد لجعلك مستمتع وإياه ويحاول تحقيق رغباتك حتى لو كانت على حساب نفسه فهو يشعر بالامان والطمأنينة مع الفتاة التي يحبها رجل برج العذراء لا يعبر عن مشاعره بأفضل طريقة ممكنة وقد تشعرين عزيزة الفتاة انه محافظ او صعب الفهم لكن بمرور الوقت سيبدأ بالوضوح بالنسبة لك وتزداد المتعة معه يتمتع بالذكاء ولديه بديهة سريعة تمكنه من تحليل المواقف فورا وهو لا يسامح من يقطئ في حقه ولا ينسى ذلك كما انه مستمع جيد ولديه قدرة كبيرة على تقديم النصائح المفيدة للاخرين من حوله عزيزة الفتاة اليك مواصفات رجل برج الميزان يمكنك التعرف على الكثير مما يمتلكه الرجل من صفات من خلال ما يخبرك عنه الفلك اليك عزيزتي في هذا الفيديو مواصفات رجل الميزان مولود الميزان الرجل شخص مسالم يكره المشاكل والصدام مع غيره وشخصيته ملفتة للانظار محبوب من الاخرين يمتلك طيبة قلب ويحب التعرف على الناس لكنه اناني في بعض المواقف وذلك كونه يهتم بنفسه كثيرا لديه علاقات واسعة ومتنوعة ويحب النقاشات والحوارات ويمتلك مهارة في ايصال افكاره ولكنه قد يشعر بالاحباط بسرعة كما انه يميل الى الاهتمام بالمظاهر كثيرا ويهوى الفتاة التي تستطيع المجاملة انتبه لهذه الناحية رجل الميزان دبلوماسي ولديه الكثير من الرقي في التعامل مع الاخرين يدرس كافة القضايا والمواضيع التي يواجهها بما يساعده على اعطاء رأي منطقي فيها ولكنه في الوقت نفسه مزاجه هوائي فيتغير بسرعة احذري عزيزتي رجل الميزان يبدع في العمل مع الاخرين ولديه قدرة كبيرة على التأثير بالناس لذا ينجح في العمل ضمن المجموعة وبالرغم من طموحاته الكبيرة الا انه لا يتقن اتخاذ القرار السريع وتردده الدائم يقلل من فرص توليه المناصب القيادية يتمتع بالعدل والانصاف ويرفض الظلم رفضا قاطعا وعقليته منفتحة على الاخرين ولديه جاذبية وسحر خاص لكنه يهرب من المواجهة مع الناس ويتجنب النقاشات والحوارات الحادة معهم مولود الميزان رومانسي مع شريكته ويحاول اسعادها بالمفاجآت والجلسات الرومانسية لكنه متردد كثيرا قبل اخذ اي قرار ويفكر كثيرا في جميع الامور وربما قد يغير رأيه بعد اتخاذ قرار ما عليك التأقلم مع ذلك يا عزيزة الفتاة رجل الميزان يهتم بالاخرين وخصوصا بحبيبته ولكنه قد يبالغ في اهتمامه كثيرا حتى انك قد تشعرين بانه يضيق عليك الخناقة ويحاصرك وهذا لكونه يقدس الحب ولا يتخيل نفسه بدون محبوبته وايضا لانه يتحلى بالصدق والامانة ويسعى لارضاء حاجات الشريكة بكل ما يملك وينتظر ذلك منك يا عزيزتي يسعى رجل برج الميزان الى النجاح العاطفي ويقدم كل شيء في سبيل ذلك حتى لو كان ذلك على حساب نفسه لانه يحاول الوصول الى الاستقرار دائما ويكره ان يشعر بالاهمال ويسعى جاهدا لجذب انتباهك في حال شعر بهذا يتمتع باسلوب جيد في الغزل وذلك لان شخصيته لطيفة وودودة ويتعامل بلباقة مع جميع الناس حوله يتمتع كل رجل بمجموعة من الصفات ويشترك العديد منهم بنفس الطباع بحسب ابراجهم واليك عزيزة الفتاة مواصفات الرجل العقرب سريع البديهة ويحب الاحاطة بكل شيء يتعلق بالناس من حوله ويميل الى مسكي زمام الامور في كل شيء يواجهه وايضا يسعى الى السيطرة على الاخرين وما يتعلق بهم لكي يشعر بقوته وسيطرته ولذلك احذري من هذا الموضوع يرفض مولود العقرب المواقف الرمادية انه شخص مباشر يختار بشكل واضح ولديه استقلالية وطموح كبير ويحاول على الدوام العمل بعزيمته واسراره لتحقيق اهدافه ويساعده ذكاؤه في ذلك لكنه عنيد وصعب المراس فلا تحاول اثنيه عن ارائه لانه لا يغيرها وفي لمن يحب الى ابعد الحدود فهو يمنح حبه واخلاصه لمن يستحق بعد ان يتأكد منه تماما لكنه في ذات الوقت غيور جدا ولا يظهر هذه الصفة فيه الا عند الغضب الشديد فانتبهي عزيزة الفتاة رجل العقرب ذكي حد الدهاء وكتوم وسري للغاية ولا يكشف لك اسراره الا اذا وقع في حبك وتأكد من اخلاصك له هادئ وذكي ويحسن التصرف في مختلف المواقف يمتلك مشاعرا كبيرة ولكن لا يظهرها بسهولة فبعد ان يحبك يصبح معبرا وشغوفا لكنه مع هذا قاسي القلب في بعض الاحيان ولا يسامح الطرف الاخر حتى لو لم يتعمد ايذاءه كوني حذرة لديه جاذبية كبيرة لا تقاوم لكنه غامض ويحتاج للتقرب منه من اجل معرفة خباياه يحب الاشخاص الواضحين غير المتصنعين ويحب وجود الاهل والاصدقاء بجانبه لكنه يعشق الاستقلالية ايضا ويفضل اللقاء مع العائلة بشكل متقطع ولن يجبرك على التواصل واللقاء الدائم معهم ولكن يتمنى منك تكوين علاقات صداقة جميلة مع اهله وذويه انه طموح جدا ويعمل على تحقيق غاياته بجود وشغف حتى في ابسط الامور كما انه ملتزم من الناحية العملية ويقدم كل ما يملك في سبيل النجاح ويستطيع كسب محبة وثقة واحترام زملائه في العمل يميل الى الحميمية مع شريكته في الحياة ويشاركها في كل شيء وهو لا يحبك ان تكون كما انت مع الاخرين فقط بل يجب ان تكون معه طبيعية ويتمكن من مشاركتك في جميع نواحي وامور الحياة المختلفة ايجاد شريك مناسب لك يتطلب دراية بخصائص ومواصفات الشاب بامكانك معرفة الكثير عنه من خلال برجه فكل برج به مواصفات عامة مشتركة ومن بينها مواصفات رجل برج القوس تعالي معي لنتعرف عليها في هذا الفيديو الجديد من قناة ريوش تيفي برج القوس من الابراج النارية والحساسة انه مثل شعلة نار سريع الغضب لذلك حاولي عزيزتي ان لا تجعليه يغضب وان غضب ابتعد عنه قليلا لانه ايضا يهدأ بسرعة ولا يستمر في غضبه لمدة طويلة مولود القوس يميل الى الفلسفة والمنطق انه شخص يبحث دائما عن العلم والمعرفة والثقافة فيمكنك ملاحظت ذلك عبر النقاش معه حول اي موضوع رجل برج القوس ترثار ويتكلم دون تفكير في بعض الاحيان فلا تغضب اذا قام بالرد عليك بكلام غير محسوب بل حاول التأقل ما معه انه انسان عاطفي وصريح ومن المؤكد انه لا يقصد جرح مشاعرك عليك يا عزيزتي منح رجل برج القوس حرية كبيرة فهو من الاشخاص الذين لا يستطيعون العيش مع فتاة تضغط عليهم او تقلل من مساحة حريتهم وإلا سوف يهرب منك ويبتعد امنحيه خصوصيته التي يحب وسوف يقدر ذلك لك كثيرا مولود برج القوس كائن اجتماعي يعشق اللقاءات والجلوس مع الاخرين والتعارف بشكل مستمر مع اشخاص جدد حاولي ان لا تحدي من علاقاته الاجتماعية رجل القوس متيم بالسفر والرحلات فيمكنك كسب قلبه بسهولة اذا شاطرته الاهتمام بالسفر لانه لا يستطيع البقاء في المنزل او في مكان محدد لفترة طويلة القوس محب للمرح ويتعلق بالفتاة المرحة مثله ذات الوجه البشوش لذلك عليك الابتسام له واظهار مرحك دائما حين تكونين معه رجل القوس يحب الاطفال فهو بداخله طفل صغير ويعطي اطفاله وبيته الكثير من الحب والرعاية ولكن في الوقت نفسه لا تقللي من حركتك معه بسبب الاطفال وإلا فانه لن يتحمل ذلك وان تكرر رفضك الخروج معه بسبب الاطفال فسوف يغضب كثيرا مولود برج القوس يعشق الرياضة ومشاهدة المباريات والأحداث الرياضية لا تحاول إبعاده عنها بل ننصحك أن تشاهديها معه لأنك بهذه الطريقة ستكسبين قلبه وعقله يغرم مولود القوس بالفتاة التي تسمعه كلمات الحب والمديح لذلك يقال إن أسرع طريق لنيل محبته هو المديح وكلمات الحب والعشق أخيرا رجل القوس لديه جنون في السرعة لا تتفاجئي إذا كنت معه في السيارة وكان يقود بشكل متهور اكتبوا لي في التعليقات هل تعرفون أحدا ينتمي إلى هذا البرج وهل تنطبق هذه المواصفات عليه؟ عزيزة الفتاة إليك مواصفات رجل برج الجدي إذا كنت تبحثين عن معرفة صفات رجل من مواليد برج الجدي فأنت في الفيديو المناسب مولود الجدي الذكر طموحه عالم ويمتلك تصميما رهيبا للوصول إلى غاياته مثابر لأبعد حد لا يستسلم للمعوقات التي يواجئها في حال أراد تحقيق أمر ما لكنه يشك بالآخرين ويحتاج إلى وقت طويل لبناء الثقة معهم مولود الجدي رجل واقعي يعمل بجهد كبير ويفكر في وضعه الحالي لا يعيش الوهم أو الخيال بل يؤمن بالحقيقة والبرهان لكنه مستبد ويحب أن تكون كلمته مسموعة ومجابة لذلك احذري عزيزة الفتاة إن لم تكون ممن يتحمل ذلك رجل الجدي عملي جدا ويستطيع تجاوز العقبات والتحديات التي يعجز الآخرون عنها لكنه في المقابل لا يثق بغيره وعنيد بشكل مبالغ به ويتشبث برأيه ولا يستمع إلى غيره أبدا عليك التأقلم مع هذه الناحية إنسان منضبط ومنظم إلى أبعدي مدى ولديه قدرة كبيرة على التحمل والصبر ويتبع أسلوبا ممنهجا للوصول إلى هدفه المنشود يقدم كل ما يستطيع في العمل ويصرف الكثير من الجهد والوقت في سبيل نجاحه وهذا قد يؤثر عليك عزيزتي لأنه ينشغل لوقت طويل وربما يهملك لهذا السبب يمتلك قدرة عالية على التركيز في أهدافه ويحاول اتخاذ القرارات الصحيحة دوما لكنه في الحقيقة رجل مزاجي ويصعب توقع تصرفاته وردات أفعاله طارة قد يكون سعيدا وبعدها مباشرة نجدينه غاضبا هل يمكنك التأقلم مع ذلك؟ رجل الجدي يعتز بنفسه كثيرا وخصوصا عند تحقيقه لأهدافه ولا يتقبل الانتقاد بأي شكل في داخله قناعة تامة أنه الأفضل وهذا ما ينعكس سلبا عليه في بعض الأحيان فيغضو متكبرا ومغرورا في الحب والعاطفة يتصف رجل الجدي بالعملية أيضا ويتعامل مع شريكته بجدية وهو أبعد ما يكون عن الغزل والمزاح يعتقد بوجود الحب الحقيقي ويتحمل كثيرا في سبيل الحفاظ على علاقته الغرامية يفكر لوقت طويل قبل البدء في أي خطوة ضمن حياته العاطفية ويمكنه تجاهل الفتاة كثيرا وهذا ما قد يسبب لك الإزعاج في حالات معينة ويمكنه التخلي عنك بسهولة إذا ما شعر بالغضب الشديد منك عليك الحذر فهذا رجل الجدي عزيزتي وهذه قواعد اللعبة معه لكن في المقابل هو يسعى دائما نحو العلاقة المستقرة وسوف يدعمك بكل ما يملك من قوة في حال يقينه بأنك مخلص له كما إنه أهل للثقة ويمكنك الاعتماد عليه في أصعب الأوقات رجل الجدي شخص تقليدي يحب الحياة الواضحة المبنية على قواعد وأسس منظمة ولا يحب تغيير الروتين ولا يحب قلب الطاولة على التقاليد التي اعتاد عليها عزيزة الفتاة إليك مواصفات رجل برج الدلو لا تتردد في معرفة برج الشريك فعلم الفلك يكشف لك معظم مواصفاته وفي هذا الفيديو من قناة ريوش تيفي سنكشف لك مواصفات الرجل من برج الدلو شخص خجول جداً وديبلوماسي مع الآخرين ولديه الكثير من الجاذبية لا تستغربي من إعجاب الفتيات الأخريات به إلا أنه لا يعرف الصبر أبداً وكل شيء يريد تحقيقه بسرعة إنه عصبي بشكل جنوني حتى إنك قد تشعرين بالخوف في حال اعتلاه الغضب احرصي عزيزتي على عدم رؤيته هكذا الحرية لدى رجل برج الدلو خط أحمر إنه يميل إلى الاستقلالية لأبعد الحدود لا يحب الأخذى بكلام أي شخص كان حتى أنك قد تجدينه يفعل عكس ما يطلب منه كما إنه لا يحب العادات والتقاليد البالية لأنه يعتبر نفسه إنساناً ثورياً متمرداً يفضل التطور والتقدم نحو المستقبل الرجل برج الدلو يكره السيرة مع التيار ويختار الانفراد بطريقه الخاص في كل مكان ولديه درجة كبيرة من العنات برغم أنه يستمع للناس لكنه ثابت على آرائه وأفكاره لا يحب أن يساعده الآخرون فهو يفضل الاعتماد على نفسه ولا يطلب شيئاً بسهولة حتى لو كان بحاجة ماسة إليه رجل برج الدلو صادق لا يحب الخداع والتبضيل يميل إلى النزاهة والشفافية في كل شيء يخصه في حياته مخلص ومحل ثقة وتستطيعين الاعتماد عليه ليلبي رغباتك لكن لا تتفاجئي من شروده الدائم إذ يمكن أن تتحدث إليه ويكون غير منصط أو غير مهتم لأن عقله في عالم آخر يمتلك قدرة عالية على الابتكار والإبداع ويمكنه الخروج من المشكلات بشكل مميز لكن على النقيد تماماً قد يشعر بالتشاؤم والسلبية وهذا يجعله قلقاً في الكثير من الأحيان مولود الدلو مارن يمكنه التكيف مع الآخرين بسرعة والتأقل مع الظروف المتغيرة ويكون الكثير من الصداقات ولكنه مهمل لمن حوله وقد يهملك عزيزة الفتاة في حالات معينة شخص ضاحك يحب اللهو والمرح ويسخر من الآخرين دون أن ينتبه لذلك وهذا ما يجعله يجرحهم أحياناً يفكر مراراً وتكراراً قبل منح ثقته للغير وقد تشعرين في البداية أنه غامض نوعاً ما وخصوصاً كونه يحب إخفاء مشاعره ويتملك ضعف نحو شريكته ولهذا قد يتجنبك في بعض الأحيان إذا شعرت بأنه يتقرب منك عبر المزاح والضحك ودائماً ما يسعى لرسم البسم على شفتيك فهذا يدل على أنه قد وقع في حبك ولا تستغرب من طريقته غير الاعتيادية في التعبير لك عن ذلك هذا الرجل سوف يضحي بكل شيء من أجلك حتى لو كلفه ذلك تغيير معتقداته إنه يحب الفتاة اللماحة التي تفهمه وتفهم ميوله وخصوصاً فيما يتعلق بعشقه للاستقلالية والحرية في العلاقة عزيزة الفتاة إليك مواصفات رجل برج الحوت إذا تعرفت على أحد من مواليد برج الحوت أو دخلت في علاقة معه فإليك القائمة الكاملة لمواصفاته التي يكشفها الفلك لك رجل برج الحوت عاطفي جداً يحب الآخرين ويخلص لهم ويتعلق بهم كثيراً يحب العلاقات الطويلة الأمد ولو أنه قد يتعرض للأذية بسبب ذلك إذ إنه لا يتحمل الفراق أبداً كما إنه يبالغ في التفكير ومتشائم نوعاً ما يتخيل أسوأ الأمور ولا ينسى ولا يسامح بسهولة رجل برج الحوت شخص مبدع يمتلك مهارة في الابتكار ويفكر بشكل فعال ومتميز ولديه الكثير من الصبر والتحمل ويوازن الأمور في عقله من كافة النواحي لكنه في نفس الوقت متردد بشكل مبالغ به وهذا ما يجعله يبدو كسولاً في نظر غيره فانتبهي لهذه الناحية رجل الحوت يكره الروتين ويعمل بشكل غير منظم لكنه يدرك جيداً ما يقوم به كما إنه من أفضل الأشخاص في زرع الإيجابية لدى الغير ويحاول بكل طاقته تحويل حزنهم إلى رضا لكنه أيضاً شديد الانفعال والحساسية وقد تشعرين يا عزيزتي بأنه ليس عقلانياً في حالات معينة الإخلاص صفة واضحة لديه إنه يدعم الآخرين بكل ما يستطيع كلامه رقيق وممتع لكن بالرغم من ذلك قد يظهر شخصية أخرى شريرة في بعض الأحيان رجل برج الحوت لا يحب تحمل المسئولية أبداً وسوف يحاول وضع اللوم عليك في معظم المشكلات التي تواجهه فكوني حذرة يمتلك حسة الإبداع ويفكر بعمق يبحث عن حقيقة الأشخاص من حوله ولكنه يهوى عالم الخيال ويعيش في أحلامه كوني مستعد للتأقلم معه مولود الحوت مولع بالمغامرات والسفر ومعاشرة الأشخاص الغرباء خارج مجتمعه ويحب العلاقات الاجتماعية لكن على الرغم من ذلك فهو يبدو كسولاً وخجولاً وقد تجدينه يفتقد الثقة بنفسه أحياناً إنه رجل طموح يحاول دائماً الوصول لمكانة أعلى ومع ذلك هو لا يتأقلم مع الضغوط ويخف حماسه لدى شعوره بها وهو ينفق المال بشكل مفرد سوف تشعرين معه بالرومانسية كما إنه متواضع مع شريكته سيدعمك للوصول إلى أهدافك فهو يؤمن بالحب الذي يأتي بالفعل لا بالكلام فقط وسوف يقدر كل ما تفعلينه من أجله كما إنه يخاف على مشاعرك لكن في المقابل هو لا يجابه أو يتكلم بالمشاكل بينكما وسوف يدعها تتراكم وهذا قد يزيد منها في المستقبل ولا تتفاجأ إذا نسي مواعيده أو غير رأيه في شيء ما وهو مهمل بعض الشيء اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر